نرحب بكم من جديد نكمل مشوار الحرى الليلة من العراق حيث قرر مجلس القضاء الأعلى استئناف العمل في المحاكم كافة اعتبارا من يوم غد بعد انسحاب معتصمي التيار الصدري من أمام مقره وذلك في أعقاب نصح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المتظاهرين بالمغادرة وإبقاء الخيام الاعتصام أمام مبنى المجلس صعد الأزمة السياسية المتواصلة منذ أكثر من عشرة أشهر حيث دان الإطار التنسقي من جهته ما اعتبره تجاوزا خطرا على المؤسسة القضائية رافضا استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أي دعوة للحوار المباشر إلا بعد التراجع عما وصفه باحتلال مؤسسات الدولة التطورات في بغداد دفعت رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى القادم إلى قطع زيارته إلى مصر والعودة إلى البلاد داعي للاجتماع فوري لقيادات القوى السياسية من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني ونزع فتيل الأزمة كما دع الرئيس العراقي برهم صالح إلى التهدئة وتغليب لغة الحوار لضمان عدم انزلاق البلد نحو متاهات مجهولة وخطرة أما الخارجية الأمريكية من جهتها فحثت جميع الأطراف على الهدوء مؤكدة أن الأمر متروك للعراقيين لاختيار قادتهم فيما طالبت السفرة الأمريكية في بغداد التزام الهدوء والامتناع عن العنف وحل الخلافات بطريقة سلمية تستند إلى الدستور وطلبت المتظاهرين باحترام إجراءات التي تحصل وممتلكات المؤسسات الحكومية العراقية فما هو الحل لما تسببه الاعتصامات عادة من إفشال لمؤسسات الدولة وتعميق الأزمة السياسية وهل سيؤدي استئناف مجلس القضاء إلى العمل إلى تخفيف الأزمة السياسية تصاعدت حدة التوتر السياسي في العراق منذ انتخابات أكتوبر تشرين الأول الماضي بعد بروز التيار الصدري كأكبر كتلة تمتلك 73 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 329 مقعد في وقت شهدت مقاعد الإطار التنسيقي تراجعا لتصل مجتمعة وفق بيانات مختلفة إلى 57 مقعد وبعد محاولة الإطار التنسيقي إلغاء نتيجة الانتخابات أمام القضاء العراقي صعد من جهده لإحباط السعي مقتدى الصدر لتشكيل حكومة تضم حلفائه من الأكراد والعرب السنة الإطار التنسيقي والمتحالفون معه في البرلمان تمكنوا من إحباط سعي التيار الصدري والمتحالفين معه وحرمانه من الحصول على ثلثين نصاب القانوني اللازم لانتخاب رئيس الجمهورية وهي الخطوة الأولى نحو تشكيل حكومة جديدة بدوره فشل الإطار التنسيقي في تشكيل حكومة بعد انسحاب التيار الصدري وحلفائه من تشكيلها ووسط التجاذبات وحالة الانسداد السياسي طالب زعيم التيار نوابه بالانسحاب من البرلمان في الثاني عشر من يونيو حزران الماضي غير أن خطوة الإطار تسمية محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة المقبلة والذي يعده أتباع الصدر من الموالين للمالكي كانت بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير على ما يبدو بالنسبة لأنصار الصدر مما أشعل فتيل الاحتجاجات في وقت أصر فيه الإطار التنسيقي على موقفه من تسمية السوداني ورغم إعلان مجلس القضاء الأعلى عبر بيان عدم امتلاكه الصلاحية لحل البرلمان وفي تحرك لافت نصب أنصار التيار صدري خيام اعتصام أمام المجلس للمطالبة بحل البرلمان ما دفع مجلس القضاء الأعلى لتعليق أعماله في كافة مفاصله وتحميل الحكومة والجهة السياسية التي تقف خلف التظاهرات المسئولية القانونية إزاء ما وصفه بالنتائج المترتبة على هذا التصرف وفي حصيلة الوضع الحالي يبدو العراق اليوم وبعد نحو عشرة أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية في شلال سياسي تام وتعطل لعمل السلطتين التشريعية والقضائية للمزيد بشأن هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد كل من الأستاذ سلام زبيدي القيادي بإتلاف النصر والأستاذ نبيل العزاوي الباحث السياسي كما ينضم إلينا من عمان الأستاذ محمد السام الرائع الخبير القانوني نبدأ معك أولا أستاذ سلام هذه الاعتصامات عادة التي تتكرر وتؤدي إلى إفشال لمؤسسات الدولة وتعميق الأزمة السياسية إلى أي مدى برأيك تؤثر على حياة المواطن اليومية نعم مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناتكم الكريمة وعلى ضيوفك الأكارم يعني بصراحة اليوم شهدت الساحة السياسية التسارع بالأحداث تمثلت بنزول محتصمين أنصار التيار الصدري إلى الشارع واعتصامهم أمام مجلس القضاء الأعلى وهذا حقيقة تصعيد كان متوقعا بسبب عدم الوصول إلى صياغ وتفاهمات واستمرار الصراع واحتدام هذه المنافسة أو الصراع بين الإطار والتيار بدون أن يكون هناك على الأقل حلا وسطيا لإنهاء هذه الجدلية وإنهاء الصراع على محادلة الحكم القادمة بصراحة يعني عدة مرات قلنا ونكرر مرة أخرى من خلال قناتكم الكريمة أن الشارع والصدام والتصعيد لا ينتج حلول الحل الوحيد هو أن يجب أن يلجأ الجميع إلى طاولة الحوار والطاولة المستديرة التي تكون ضمن السياقات الدستورية والآليات وأن يكون هناك على الأقل اجتماع وطني تجتمع به كل الأطراف السياسية من أجل إعادة صياغة خالطة السياسة الجديدة أما التصعيد بهذا الشكل وتحويل الشارع إلى ساحة تصفية الحسابات وكسر الإرادات أعتقد سيذهب بنا إلى الهاوية وإلى المجهول وستتضرر كل الأطراف السياسية بسبب هذا التصعيد واستمرار احتدام الصراع بين كل الأطراف السياسية الحل يجب أن يكون واقعي والحوارات يجب أن تكون وطنية وفيها تنازلات مؤلمة تحافظ على المبادئ ولكنها تكون من أجل المصلحة العامة ومن أجل العراق فعلى الجميع أن يقرأ الرسالة جيدا وهذا التصعيد حقيقة ممكن أن يكون برسالة وبقاء الخيام أمام مجلس القضاء الأعلى ممكن أن يكون هناك رسالة أخرى أنه في حال عدم تقديم مبادرات جديدة أو حلول منطقية جديدة ترضي كل الأطراف ممكن أن يعود هذا الاعتصام مرة أخرى ويعود الاحتقان إلى الشارع وهذا سيسبب أزمة سياسية وتأزم كبير في الحمر السياسي القادم أستاذ نبيل استمعنا من أستاذ السلام يقول بأنه لا يجب تحويل الشارع إلى تصفية الحسابات تحويل اليوم الشارع العراقي لتصفية حسابات ويؤدي إلى إفشال المؤسسات مؤسسات الدولة من يستفيد من ذلك الأمر؟ شكرا جزيلا للاستضافة حسب ما فهمت من سؤالك بأنه المؤسسات يعني هذا الشيء ولكن أنا أعتقد أن السيد الصدر بكل تغريداته هو كان دائما وفي نفس النسق إما أغلبية أو الذهاب إلى معارضة يعني كان لا يذهب إلى التوافقية وبذلك اليوم تصاعدت الأمور اليوم نفهم بأن الصدر يأخذ منحة آخر ومن يقول أن السيد الصدر قد ذهب إلى القضاء ومس القضاء أنا أعتقد أن السيد الصدر يحترم آلية القضاء يحترم الدستورية التي يتمتع بها القضاء وهو التجأ إلى القضاء وننتظر اليوم المحكمة الاتحادية في 30 من هذا الشهر ستبت بالدعوة المقدمة من حل البرلمان أو من عدمه ولكن أستاذ نبيل عفوا على المقاطعة أستاذ نبيل عفوا على المقاطعة سؤالي كان اليوم تحويل الشارع إلى مكان لتصفية الحسابات السياسية يؤدي إلى إفشال المؤسسات في الدولة من يستفيد من تحويل الشارع العراقي إلى تصفية الحسابات وبالتالي إفشال الدولة من المستفيد من هذا الأمر نعم 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 أنا لا أعتقد أنه أحد سيستفيد لأنه ليس الشارع هو مكانا للحوار وليس الشارع مكانا للحل ولكن هو وفق المادة 38 من الدستور من حق أي مواطن أن يعبر عن آرائه عن فكرته وهذا كذلك يفعله الإطار ويفعله أي شخص متضرر ولكن على الحفاظ على المؤسسات الدستورية والقانونية وهذا ما أكده اليوم رئيس الوزراء وأكده السيد فائق زيدان ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان أن نحافظ على المؤسسات الدستورية وبالتالي اليوم وصلت الرسالة سريعا وعاد المتظاهرين وتركوا خمسة إلى ست خيام هم يمثلون الأولويات في القادم وأعتقد أن الرسالة بليغة وصلت بأنه هذه الرسائل اليوم على الإطار أن يقرأها جيدا وأن يكون هناك حوارا جامعا خلال الساعات وليست الأيام المقبلة اليوم المرحلة التي تمر بها الأزمة السياسية في أخطر حالاتها وفي أصعب حالاتها وهناك تدخل من يذهب إلى التدخل الأممي ولا زن تحت طائلة البند السابع وبالتالي سوف لن أحد يستفيد وخاصة أن لدينا معسكرين في الشارع معسكر الإطار ومعسكر التيار وهنا لديه أنصار وهنا لديه أنصار هنا سلاح وهنا سلاح وبالتالي إن حصلت شرارة لا سامح الله فالكل سيدفع هذه الأثمان الضرائب الغالية ولن يستفيد أحد وحتى الكتلة السياسية سوف تفقد من جرفها ومن جمهورها إن حصلت لا سامح الله شرارة بين الفريقين ولذلك نعتقد أن هناك سيكون حلا توافقيا حلا عاجلا إما داخليا أو تتدخل حتى المرجعية رشيدة تراقب وتسعى إلى أن يحل ولكن إذا وصلت الأزمة إلى نهايتها وأن تكون العملية السياسية في حالة الاحتضار أنا أعتقد سيكون التدخل لحل هذه الأزمة أستاذ محمد بصفتك خبيرا قانونيا برأيك ما هو الحل لما تسببه هذه الاعتصامات المتكررة وتحويل الشارع إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية الحل لعدم إفشال مؤسسة الدولة من خلال هذه الاعتصامات بسم الله الرحمن الرحيم تحيي لكم والمشاهدين الكرام والضيوف الأحبة يعني ابتداء لماذا نستغرب أنه موضوع نزول الجمهور إلى الشارع نحن نعلم جيدا من أهم المبادئ الدستورية أنه الشعب هو مصدر السلطات والأم هي مصدر السلطات الشعب ينزل إلى الشارع عندما يجد أنه من خوله بممارسة العمل السياسي والديمقراطي قد فشل في تقديم ما يريده المواطن طيلة عقدين من الزمن ومدة ليست ببسيطة الفراق السياسيين فضلوا مصلحتهم الحزبية مصلحتهم الشخصية على مصلحة الشعب والشعب إن لم يكن مهيئا حتى هناك من يقول أنها مظاهرات حزبية لكن الشعب عندما لم تكن له أرضية أو أرضية مبنية على الحرمان وعلى فساد مؤسسات الدولة لا يخرج بهذا الكم الهائل ولكن أستاذ محمد لا تعتبر إلى أي مدى هناك فرق أو فارق بين اعتصام وتظاهر سلمي للتعبير عن الرأي وعندما يتحول هذا الاعتصام لتجاوز خطر على المؤسسات القضائية أليس هناك فرقا في ذلك؟ لا بالتأكيد أنا أتفق معك ما حصل موضوع أنه نحن لا نقبل أي تجاوز أو أي تقييد لعمل السلطة القضائية تتعلم جيدا أن القضاء لا يعمل تحت التهديد ولا يعمل تحت الضغط لأن ذلك هو منافي العدالة وهذا مبادئ قانونية ودستورية ثابتة اليوم هذا موضوع مختلف موضوع الضغط على القضاء أو ممارسة الاعتصام أو التهجم على القضاء أو إرسال تهديدات يعني هذا يتعارض ويتنافى مع أبسط المبادئ القانونية والدستورية وقاعدة مهمة أن القضاء هو الملجأ الأخير الذي يلتجي إليه المواطن والسياسي أفرادا ومؤسسات لن يجدوا غير القضاء لكي يحصلوا على حقوقهم بالمناسبة أن القضاء يمكن المواطن اليوم في هذه الفترة ينظر لها من وجهة النظر السياسي على الاعتبار أنه الثقل هو على القضاء الدستوي لكن بالمقابل أن تعطيل القضاء هو يتضمن الشق الآخر الشق المدني والشق الجزائي المتعلق بمعاملات المواطنين اليومية وتعرف عذرتك مبدأ الفصل بين السلطات ولا يسمح لأي سلطة أن تمارس عمل السلطة القضاء وعمل مجلس القضاء ولذلك اليوم خلال 24 ساعة لم يستمر هذا التوقف لاحظ جيدا كيف كانت المخاوف لدى المواطن أنه أين ستذهب حقوقنا بالتالي لا يمكن أن تستمر عمل الدولة بدون القضاء لذلك القضاء يجب أن يقوم أمام اتجاهين أو أمام ضغطين الضغط الأول هو أن يعمل بمهنية والضغط الثاني على اعتبار أنه يجب أن يمارس عمله بحرية واستقلالية لكن لا تقول أنه الشعب لا يستطيع أن يعبر عن رأيه يعبر عن رأيه في حدود الديمقراطية في حدود الدستورية تقف التزاماتك وتقف حقوقك عند حقوق الآخرين السلطة القضائية يجب أن لا يتم التجاوز عليها لكن بالمقابل هي السلطة أيضا مطالبة بتنفيذ أحكام الدستور وبالمهنية في عملها نعم أستاذ سلام برأيك كيف سيؤدي استئناف يعني مجلس القضاء للعمل بتخفيف هذه الأزمة السياسية الحاصلة في البلاد بصراحة سيدي الكريم اليوم زج القضاء في الصراع السياسي أمر غير مقبول يعني اليوم نرفض المساس بحيادية ودستورية السلطة القضائية على اعتبار أنه اليوم هي تعنى بأمور كثيرة متمثلة بسيادة الدولة وأيضا مشاغل الناس ومشاكل الناس يعني كثير من المرافعات والمحاكمة التي تتعلق بالحياة اليومية للناس لذلك يعني اليوم الجميع وقفوا ضد تعطيل سلطة القضاء وكان قرار سلطة القضاء الأعلى بصراحة بتعليق نشاطها أمر محبط للمواطن لأن المواطن اليوم رح يدفع ثمن هذه الصراعات وزج القضاء بهذه المعادلة السياسية يعني أمر مرفوض أعتقد أنه السيد مقتدى الصدر والكتلة الصدرية قرأت جيدا الموقف والدعوة لأنصارهم بالانسحاب أعتقد خطوة ممتازة تدعونا للتفاؤل بأنه ممكن أن يكون أمل في حوار قادم على الأقل أنه يجب أن نتقابل هذه الخطوة خطوة مماثلة من الإطار أيضا حدة التصريحات تقليلها تحكيم لغة العقل وأن تكون هناك خطوات جادة وفعلية من كل الأطراف السياسية تقنع على الأقل الكتلة الصدرية وسيد مقتدى الصدر بأن الجميع متفوق على الإصلاح والتغيير ورسم خارطة سياسية جديدة والاتفاق على مشروع سياسي صلح كل الأخطاء السابقة العملية تضامنية لكل أخطاء في المرحلة السابقة إدارة الدولة لم تكن من المستوى الصحيح الديمقراطية لم تهضم بشكل جيد لم يفهم كل الأطراف السياسية أن في كل ديمقراطيات العالم هناك فائز وهناك خاسر وعلى الفائز أن يشكل حكومة الأغلبية والخاسر يذهب إلى المعارضة هذه الثقافة للأسف لم تفرزها نتائج الانتخابات لذلك نحتاج إلى تغيير جذري وواقعي بشكل النظام السياسي وبنية النظام من خلال عقد وطني يجتمع به كل الأطراف لرسم خارطة جديدة تهيئ لمرحلة انتقالية وانتخابات جديدة بعد تهيئة العرضية الكاملة لها من خلال معالجة قانون الانتخابات والمفوضية وأيضا تعديلات دستورية مهمة أستاذ نبيل الإطار التنسيقي كان دانا التجاوز الخطر كما وصفه على المؤسسة القضائية اليوم كيف يمكن وضع حلول الحؤول دون ما وصفه أيضا الإطار التنسيقي باحتلال مؤسسات الدولة الحلول بسيطة جدا بأنه مثل ما كان هناك إيثارا من التيار الصدري ب73 مقعد أن يكون إيثارا من الإطار التنسيقي بأن يقدم تنازلات بأن يقدم رسائل يقبلها الصدر أولا ومن ثم يهدئ من الشارع وبذلك ينسح بأن تكون حكومة مؤقتة بأن يكون حكومة متفق عليها خلال هذه الفترة الانتقالية ونذهب ونصحح قانون الانتخابات ونفتح كل الملفات هذه كلها إشارة إن وضعت أمام السيد الصدر أنا أعتقد أنها ستكون قابلة للحل خصوصا أن الكل اليوم يجمع يجب أن يكون حل لأن لا سبيل علينا سوى الحل الحل المنطقي والعقلاني يبدأ بتصفير الأزمات والالتفات إلى المشتركات اليوم سؤال سريع كان هناك رفض لاستقبال أي رسالة من التيار الصدري إلا بعد التراجع عن الاحتجاج الذي أدى إلى تعليق أعمال القضاء اليوم تم استئناف العمل في القضاء هل برأيك ستفتح أبواب الحوار بين الطرفين؟ نعم أنا أعتقد أن الحوار لا زال قائما السيد هادي العامري يقود لحد هذه اللحظة حسب موصلنا حوارا غير معلن ستكون على نيته ستكون خلال قوادم الساعة وليس قوادم الأيام وأعتقد أنه بداية حل الأزمة ستنطلق من الحنانة خصوصا إذا ما علمنا أن وفدا من الديمقراط الكردستاني والسيادة سيذهب مع السيد هادي العامري شكرا أستاذ نبيل على هذه الإجابة أستاذ محمد أيضا بطريقة قانونية هل يمكن تفادي حقول ما وصف باحتلال مؤسسة الدولة عندما ينزل طرف معين إلى الشارع لكي لا يكون هناك إفشال لمؤسسة الدولة هل هناك من طريقة لمجلس النواب أو للحكومة أن يتم إقرار قوانين وقونة بالتالي هذا الموضوع؟ يعني ابتداءا هناك ثلاث متطلبات أو ثلاث نقاط خلاف ما بين المتصارعين على العمل السياسي هو موضوع حل مجلس النواب ونعتقد أنه ربما شبه اتفاق غالبية الكتل السياسي ربما متفق على هذا الموضوع وموضوع من يدير الانتخابات في ظل تحت أي حكومة هل الحكومة المستقيلة كحكومة السيد الكاظم أم حكومة جديدة ويجب تحديد عمر هذه الحكومة وصلاحياتها وموضوع قانوني للانتخابات يعني موضوع دعنا نتكلم بإطار قانوني وإطار دستوري وفق حكام الدستور أن هذه الحكومة حكومة مستقلة لا تستطيع أن تشرف على إجراء انتخابات وبالتالي هي تحتاج العملية السياسية الآن تحتاج إلى تشكيل حكومة جديدة بصلاحيات مطلقة صلاحيات كاملة لكن لمدة زمنية محدودة وواجبات محددة بمعنى أنه ممكن تكون لمدة السنة خلال هذه الفترة ممكن أن تعد لانتخابات وتم إجراءها خلال هذه الفترة الموضوع المفوضية هو الموضوع الذي أصور أنه لم يجدوا حل له موضوع أنه بنفس الأدوات ممكن أن تمارس العملية الديمقراطية وموضوع قانون الانتخابات هو موضوع دستوري أيضا على اعتبار أن المحكمة الاتحادية سبقها انبتت في هذا الموضوع ووجهت بتعديل قانون الانتخابات بالتالي يجب أن يعدل إذن من المصلحة اليوم أن لا يحل مجلس النواب فورا أو آنيا إنما ينتظر بعد تشكيل الحكومة الجديدة ومن ثم يحل مجلس النواب نفسه بالأغلبية المطلقة سناد الإحكام المادة 64 من الدستور كما حصل في الدورة السابقة هذا هو الحل القانوني والدستوري لكن الموضوع بحاجة إلى نوع من التنازلات اليوم نشاهد سقف عالي من الشروط أو الاشتراطات التي تضعها الكتل السياسي ربما حتى فيها شروط تتجاوز سقف الدستور وهذا لا يصل إلى نتيجة التنازل عن بعض الطلبات والأعتقد هو المحصلة النهائية سوف تكون لجوء إلى منطق العقل والاحتكام للدستور على علاته جميعنا لدينا انتقادات لأحكام الدستور يجب أن يعدل ولكن هذا هو الموجود الدستور لن يعدل بسهولة بالتالي يجب أن نتعامل مع النصوص الدستورية التي سبق أن خرقتها الكتل السياسية بالمجمل وضعت عشرة أشهر على عدم اختيار رئيس المهورية واختيار رئيس حكومة شكرا لضيوفنا الأستاذ محمد السام الرائي والأستاذ نبيل العزاوي والأستاذ سلام الزبيدي على هذه المقابلة ترجمة نانسي قنقر